موسيقى المشاهدون طيب الله ووقاتكم مرحبا بكم على هذه المائدة القرآنية المتجددة التي تجمعنا وإياكم في مثل هذا اليوم من كل جمعة إذن بارك الله لنا ولكم في القرآن إذن عود على بدء نتحدث عن المسابقة الدولية للقرآن الكريم وقد كنا تحدثنا عنها قبل أسبوعين من الآن حين انطلقت بوادرها من الجامع الكبير في العاصمة الماكشوط حينها تحدثنا عن هذه المسابقة وكيف انطلقت وكيف أقبل عليها هؤلاء الشباب المؤمنون بالقرآن فنحن حين نتوجه إلى القرآن نحقق العجب وحين نركن إلى هذا القرآن نحقق العزة والقوة والمستقبل المشرق القرآن هو مناط سعادتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا وهذا ما وعاه الشناقطة في الزمن الماضي وفي الحاضر أيضا إذن على بركة الله اليوم بعد أن تسابق المتسابقون وفاز من فاز في هذه المسابقة ورشح من رشح إلى المشاركة إلى تمثيل بلاده إلى تمثيل موريتانيا في المحافل الدولية أو في المواسم القرآنية المتعددة بعد أن عرف أسماء هؤلاء نستطيف منهم اليوم زمرة نحدثهم على هذا المنبع إذن يصرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة مدير التوجيه الإسلامي وهو المشرف على هذه المسابقة فهو الدكتور محمد لبين الشيخنا والشيخ مرحبا بك معنا أيضا نسعد باستضافة أحد أعضاء لجنة التحكيم وهو شاب قرآني معروف مصطعه السيد محمد مرحبا بك معنا أيضا نستطيف من هؤلاء الذين سبقوا من سبق وأن فاز في أكثر من مسابقة إنه السالم اللمجاد الذي فاز في الفرع الأول فرع التفسير والقرآن الكريم حفظا وتجهيدا أيضا استضافناه اليوم وسوف أيضا نرى مشاهد أثناء هذه الحلقة من مشاركته في المسابقات الدولية سنة 2013 سنة 2014 سنة 2015 سنة رام الشاهدة فعلا لتكون رسالة وأملا ينفتح أمام الساعين هذه السنة إلى مغادرة البلاد من أجل مشاركتها من أجل تمثيلها في مختلف المسابقات القرآنية إذن أيضا اليوم شاب صغير كشفت عنه فعالية هذه المسابقة ووكاه والدد ستستمعون إلى قراءته مرحبا بك معنا وأيضا معنا فتاة قرآنية شاركت لأول مرة وهي حفصة بنت محمد عثمان مرحبا بك معنا إذن سنستمع وإياكم سنعيش لحظات هذه الحلقة مع هذه النخبة القرآنية بداية نطلب من سالم إلى مشاهد أن يفتح لنا هذه الحلقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين صدق الله العظيم مبارك الله فيك السلام والأمجاد سنستمع أيضا إلى تلاوات لك أخرى ولكن من خارج الحدوب شيخ هذه صوت من المسابقة والمسابقة انتهت ما الجديد في هذه المسابقة تطورا وازدهارا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الفريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام صراحة المسرور بوجودي مرة أخرى في هذا المنبر القراني الذي يعتبر بحق المنبر لأهل القراني من خلاله نعرف أهل القران نسمع نستمع إليهم فجزاك الله خيرا الأستاذ الفاضل محمد عبد الرحمن على هذا البرنامج وعلى تتبعك لأخبار أهل القران نعم انتهت المسابقة المؤهلة للمسابقات الدولية للقران الكريم وهي مسابقة كبرى مهمة جداً لأنها عبارة عن نخبة من قرائنا يمثلون موريتانيا في المحافل القرانية الدولية هذه المسابقة الكبرى تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي كل سنة لاختيار من يمثل بلادنا في المحافل الدولية القرانية منذ السنة الماضية طرى عليها الكثير والكثير بشهادة من يعرف هذه المسابقة بالنتائج التي أنتجتها هذه المسابقة وما طرى عليها من إجراءات وتدابير ومعايير هذا اللهج القراني الذي نحن نشتغل به وتتم به وزارة الشؤون الإسلامية إنما هو بتوصيات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الذي هو الرعاية الأول لأهل القران في هذا البلد وكذلك بإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الذي يتابع هذه المسابقات ويهتم بها ونجد منه كل الدعمة والرعاية تمت المسابقة وضعت معايير واضحة فأول ما قمنا به أن أخذنا نخبة من مشايخ القران في بلادنا من هؤلاء المشايخ اللي جلاء الشيخ محمد عبد الله والعبد الله الشيخ الشيخ الصالح الشيخ وهو الضيف معنا الليلة الشيخ الفاضل المصطفى وسيد محمد كذلك الشيخ محمد سالم والزين الشيخ الشريف جا الشيخ حمود العمر جودة الشيخ أحمد والمشتبى هؤلاء النخبة من مشايخ اللي جلاء تم أخذهم ليحكموا في هذه المسابقة أول شيء ترى هذا العام هو الشيء عظيم أننا جعلنا بعض المشايخ يهتم فقط بجانب الأداء والتجويد وبعضهم فقط بجانب الحفظ وكل ما يتعلق بالحفظ وكل ما يتعلق بالأداء والتجويد يعني دقة تصور معي أن تكون أمام لجنة بعضها فقط يهتم بجانب الأداء والتجويد وبعضها يهتم بجانب الحفظ كانت هناك تصفية أولى وهذه كذلك أدخلت لكي نخرجها النخبة تصفية أولى بعد ذلك تصفية أخيرة تم ترتيبهم ترتيب استحقاقين بكل أمانة ونزاه أفرصت هذا العام نخبة من مشايخ اللي جلاء الذين هم بعضهم أطفال لكنهم كبار بهذا القرآن الكريم الفيز الأول كان في الفرع الأول أي الفرع المتعلق بالحفظ والتفجيد والتفسير هو القاري الكبير الأستاذ سالم المجاز واسمح لي الأستاذ حمد عبد الرحمن أن أسميه عميد القرى وأن أسميه فارس القرى لأنه ما شاء الله له تاريخ حافل مع المسابقات القرآنية نعم نعم ما قد مثل بلادنا تمديلا مباركا في كل سنة في السنوات الأخيرة كذلك في الفرع الثاني كان هناك فارس آخر وهو القاري الكبير وكان صغير السن ونفتخر به ونؤمن عليه الكثير إنه كاه ولدده بارك الله فيه طفل لكنه كبير بهذا القرآن رفعه القرآن كذلك في فرع النساء كانت هناك موهبة جديدة فتاة قرآنية ربانية إنها الشيخة الكبيرة صغيرة السنة لكنها كبيرة بهذا القرآن إنها حفصة من محمد عثمان كان هناك فائزون أخر مثلا كان هناك بعض الشباب منه في القرآن الذين فازوا في هذه المسابقة يعني في الرتبة الثاني والثالث الثالث نعم نعم تذكرت الأول فقط نعم أذكر الثاني في مسابقة الفرع الأول أي في جانب التفسير كان الثاني هو رمضان والمحمود وهو الشاب القرآني متميز أداء وتفسيرا واحدا كذلك محمد إصحاب في الرتبة الثالثة في جانب الفرع الثاني التفجيز والأداء أذكر من هؤلاء النخبة نذكر مناء اتخارا بهم معتزازا ونقدمهم لأهل موريتانيا لبلاد الشقيط ونعرف بكتاب الله سبحانه وتعالى الفائزة الثانية كان الأستاذ محفوظ من محمد فاضل في الرتبة الثالثة كان محمد السعود وغيرهم من النخبة في جانب النساء كانت الفائزة الثانية هي بلقيس متعبدالله والعام الماضي كانت كذلك في الرتبة الثانية وسافرت إلى الجزائر ومثلت ناعتم تنبيل كذلك كانت هناك الفائزة الثالثة وهي جميلة بنت حامد وهناك فائزة رابعة وهي رقية بنتنبيه التي احتلت في السنة الماضية الرتبة الثانية في مسابقة ماليزيا العالمية نؤمل الشيء الكثير على هؤلاء النخبة أملنا فيكم كبير يا شباب القرآن طبعا هما أداؤهم ميدانيا يثبت ما تهضلتم به ولعدنا حتى لنؤخر أختنا القارئة الكبيرة التي توصوها المدبرئة عنها كبيرة نستمع إلى قراءتها تهضل أختي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتارفوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المساكين إنكم لذا لذا بالأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون صدق الله العظيم إلا بارك الله في حفصة والله معها إن شاء الله حين ترفع صوت هذا القرآن عاليا ممثلة بلادنا في أكثر هي ستذهب إلى أي منطقة باللسفة للقارئة حفصة ستمثل بلادنا في مسابقة ماليزيا العالمية لضران الكريم نعم وصراحة الأمل كبير لأننا في العام الماضي كانت المتسابقة هرقية في الرطبة الثانية معالميا لأول مرة في ماليزيا وهذا شيء كبير وطبعا وتم تكريمها من طرف سلطانة ماليزيا شيء عظيم إن شاء الله حفص على هذا الضرب تسهيل طبعا سنشاهد بعض مشاركاتنا مشاركاتنا مشاركة خاصة أحد القراء الموجود معنا لفهز هذه السنة مشاركاته عن ما هي انطبعاته عن التطور الذي حصل لهذه المسابقة شهيد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا بعد أن يبدأ أشكر تبز الوطنية على هذا الاهتمام الكبير بهذه المسابقة التي تعتبر هي شيء كبير لأنها لاهتمام كبير عالميا وأيضا في العالم كله في العالم الإسلامي وغيره ونرجو أيضا أن تحذو وحذوها القنوات الأخرى الخصوصية أن تعمل استضافات للمتسابقين وأيضا تواكب ذهابهم للمسابقات وأيضا فوزهم في تلك المسابقات لأنه حقيقة هذا موسم كبير وله أهمية كبيرة تتجلى في ناحيتين ناحية معنوية وهي الأهم وهي الأكبر وهي أن هذا المتسابق الذي يذهب يمثل بلادنا في هذه المسابقات إذا أخذ مركزا في تلك المسابقات سيرفع عالم بلادنا يرفع عالم بلادنا في هذا المحفل الذي هو محفل كبير يحضر له الممثلون الدبلوماسيون لكل الدول وأيضا يبقى ذكر هذه الدولة وعلمها اسمها واسم متسابقها محفوظا في هذه المسابقة في إرشيفها في موقعها من دخل وهو مهتم بهذا المجال سيجد عالم موليتانيا مكتوبا في موقع هذه المسابقة وإيضا إذا شارك وهي هذه المسابقات بالإضافة لمن يحضرها من الناحية مثلا على المستوى الدول أيضا تحضرها شخصيات دينية وعلمية كبيرة يحضرها شخصيات كبيرة وهذه حق القراءة الدبلوماسية نعم بتهاي تستحق من الاهتمام الكبير وإيضا أن نساعد المتسابقين نساعدهم نحن مثلا المشايخ الذين سبقوا أن نشاركوا في المسابقات وأخذوا تجارب نساعدهم بيعطوهم مشورة ويعطوهم أيضا التجربة الوزارة ستقوم بدورات تكوينية لا بد أن تستضيف ها من تشارب الآخر وإذا كان عصر السالم والمشاهد الذي شارك في بعض المسابقات نتابعه وإذن نعود إلىكم إن شاء الله لن نتابع إن شاء الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا هذه المسابقة هذا اللي انتظهرت الآن السالم في وأنت تؤدي الاختبار في ذلك الوقت هذا كان في أي مكان في دولة الكويت جائزة الكويت الدولية في سنة 2013 وهي أول ميكرو ميكرو إذن رجعنا تناول ميكرو هذه مشاركتي في جائزة الكويت الدولية سنة 2013 وطبعا سنتابع أيضا مشاركتك الثانية سنة 2014 في في الإمارات العربية المتحدة مسابقة دبي إذن متابعوها إن شاء الله ثم نعود شاء الله السلام عليكم تفضلوا شاركت سالم اللمجاد في المسابقة الدولية هو عصر جاهز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إذن بارك الله فيك هذه كانت مشاركة سالم أيضا فاش في دبي مسابقة دبي العالمية نعم وما زالت عندنا عنصر آخر يتعلق سنعرضه لاحقا يتعلق بمشاركتك أيضا في مسابقة الملك عبد العزيز الدولي سنة 2015 كانت 2015 إذن هذه تجارب حية سيد المدير هذه تجارب حية تدل على هؤلاء هؤلاء يرفعون رؤوسنا في مناطق مهمة جدا وبالقرآن أيضا شين هي السياسة لعنتكم انتوما في تكوينهم وتأهيلهم إلاك تأهلهم لتبوئ هذه المكانة نعم صحيح كما ذكرت صراحة المقاطع التي تابعنا الآن من القاري الكبير الشيخ سالم ولمجاد صراحة تدل على أهميتها المسابقات أنت رأيت مثلا القاري وعلى موريتانيا موريتانيا شيء عظيم صراحة وإذا به يجود بإتقان فهذا ما نريده طبعا نحن وهذا طبعا كذلك جديد منذ سنة الماضية ارتعنا أن تكون هناك متابعة لهؤلاء الفائزين فقط لا نتركهم هكذا بمجرد أن يفوز لا بل نحن على اتصال وتواصل معهم في السنة الماضية كانت هناك دورة تكوينية وهذا العام ستكون هناك دورات تكوينية بحولها وقوته نتي بمن لهم تجربة وخبرة فيفيدوهم ووجهوهم وقدموا نصائحهم وحتى نفكر كذلك بأن نأخذ بمثلا الشيخ على سبيل المثال القاري كه أن نجعله يتواصل بشكل دائم أحد كبار القراء لكي يأخذ منه تكون هناك متابعة معه وهذا نفكر بها كذلك مع القارية في معنى لا نتركه هكذا وهذا شيء مهم ذكرت سابقا الحكاية عجيبة عن أحد المتسابقين مثلا في بعض البلاد المتسابق عندما يكون على علم بمعنى الآن فاز وعرف أنه سيساف إلى تلك الدولة يكون لا هم له إلا التحضير المراجعة الحفظ إطخان الأداة والتجويد السؤال هكذا يعني أنه يجعله أمامه هم كبير وغطيسة مجرد مشاركة عادية عليكم يا شباب أن تدركوا أن مشاركتكم في هذه المسابقات ليس فقط مجرد مشاركة بل هو سمعة بلد فهل موريتانيا عرفوا على مر التاريخ الإسلامي بماذا؟ بهذا القرآن بالعلم فإذا قلنا أنت شنقيطي مباشرة يتبادل يدهن أنك حافظ لكتاب الله هذا معروف فأنتم سفراء لموريتانيا تمثلون موريتانيا تمثلون علماء الأجلاء تمثلون مثلا العلم المختار بن بونا العلمة سيد عبد الله عبد الرحيم العلمة الشيخ مال العينين هؤلاء الأعلام أنتم تمثلونهم تذكرون العالم به هؤلاء الأعلام فالمسؤولية الكبيرة وطبعا نمثلون أيضا الشناقط الذين سافروا إلى بلاد شتاء الحمد للتلاميذ الحمد للتلاميذ الحمد للأمين الشقيطي الحمد للحب الله انتم تمثلونهم نعم تركنا قليلا أم أيمان من نواذب نحن نأخذ مكالمات محدودة السلام عليكم أيمان تفضلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم تفضلي أختي أنت مشاركة ستقرأين أمس تواكبين زميلتك اليوم تفضلي أختي نقرأ إن شاء الله تفضلي أختي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحشر الذين وضموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاحجوهم إلى طراط الجحيم وقفوهم إنهم متؤولون ما لكم لا تناطرون سنجوم سنجوم اليوم متسرمون وأقبل بعضهم على بعض يتتاءلون قالوا إنكم كنتم ساكوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأعوينا كنوا إنا كنا غاوين مؤمين حسبك بارك الله فيك نوصها اجتمعت إلى مؤمين يعني أنت تعلق عليها في إطار توجيه الفتاة التي شفنا نمارجهم جيدة أقبلنا على القراءة تلاوتهم مؤمين كانت تلاوة جيدة في بعض ملاحظات عادية ودقيقة نقول في بعض الصفات تعلق بعض الحروف أيضا ملاحظة تعلق بالوقف هناك آية في أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون هذه نهاية آية وطبعا معروف أن الوقف على الآيات سنة لكن الأفضل عند الكثير من الشيوخ مراعاة المعاني مع الآيات أن نراعي المعاني وما كانوا يعبدون من دون الله وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صلاة الجحيم نعم لو وقفنا على وما كانوا يعبدون وبدأنا بمن وطبعا الآيات توجد هكذا كثيرة فيه آية في البقرة لعلكم تتفكرون نهاية آية وبعدها الآية الثانية في الدنيا والآخرة دائما في مثل هذه الآيات من ناحية المعنى الأفضل للقاري أن يراعي المعنى ويواصل فيها وهي آية معرفة الوقوف أيضا وإن كانوا ليقولون وَإِنَّهُ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَكَاذِبُونَ هذه وَلَدَ اللَّهُ بداية آية بالتالي دائما في مدر هذه الآيات ينبغي للقاري أن يراعي المعاني وطبعا الوقف دائما على الآيات سنة لكن مع مراعات دائما مع مراعات المعاني تدبر المعاني حيث يتهي المعنى إذن أيضا يبدو أن ماما أيضا من الركيز تريد أن تشاركنا مرحبا ماما تفضلي أختي تفضلي السلام عليكم ورحمة الله مرحبا 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 تفضلي أختي لا تقرأي ولا تزمني هذا الفوز المستحق تزمنيه نعم وأريد أن أقرأ إن شاء الله نعم تفضلي نعم رواية قادمة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرزيم أشعوا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يابدون وأزواجهم تبيل مصطفى تربح إلى المصحف أُحشر الذين ظلموا وأزواجهم أُحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يابدون من دون الله فهدون لو رفع الإخوة في تحكم الصوت قليلا لك أن ذلك أحسن أشكر الذين ظلموا وأزوادهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتونا في اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما بغضين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا قاوين إذن ماما نكتفي بهذا القدر بارك الله فيك مصطفى تفضلوا تلاوة جيدة كانت فيها ملاحظة في المد المتصل لكنها عادت يبدو أنها تقرأ بلواية قالون حسب ما ظهر من قصرها للمد المنفصل لأنه طبعا فيه الوجهين لقالون وكثير يقرأ بوجهه القصر وعلى العموم ما شاء الله كانت تلاوتها تلاوة جيدة لكن أستاذه سمحت لنا بودنا أن نتكلم بما يتعلق المسابقة طيب إذن طبعا أنت هنا اليوم من أجل ذلك نعم إذن نقدم أيضا نصائح نقدم أيضا نصائح نقدم أيضا أننا لحد أخوان كنا سنكاه لم نستمع منه وهو إيجاية رقم واحد فيما يتعلق بالفرع الثاني من المسابقة إذن حفظا وتجديا نسمعي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون صدق الله العظيم بارك الله فيك يعني أبو السابقة كشفت هذه السنة عن مثل هذه الطاقات إذن هذا كان الفرأ الثاني نعم هذا القائد الكبير الذي يستمعنا به عشاء الله هذا يبشر بخير صراحة أن نجده شابا طفلا كبيرا في هذا المستوى من الأداء أعجب لجنة التحكيم كان الأول في التصفية الأولى والثانية نعم نعم يعني باستعقاق نحن نريد جيلا قرآنيا نريد هذا ما نريده الشباب اليوم فبأمثال هؤلاء الشباب نحارب الغلو وتطرف بأمثال هؤلاء الشباب القرآنيين تحقق بلادنا كل ما تصب إليه إنها الحقيقة إن هذا القرآن الكريم كما تعلم هو العزة وهو الفلاح والنجاح لأمتنا لأمة الإسلامية جمعا ما شاء الله برجت الطاقات شباب صغير وقد أكمل هذا القرآن ما شاء الله بيطقان بأداء متميز صراحة هناك أمثال أمثاله طبعا وطتما أخذتم هذا الفرع أخذتكم من الشخص من هذا الفرع من الفرع الثاني سيستافر بحوله قوتي لتمثيل بلاد حوالي 12 12 تقريبا وكاهقنا عن وعد إلى دبي بالنسبة لكه سيمثلنا في مسابقة دبي العالمية والأكبر مسابقة في العالم الإسلامي مسابقة كما قلنا سابقا ونحن سأل ماضي أحرزنا فيها الرطبة الثانية في مسابقة حسن الصوت ودو ودو للشيخاني نعم هذا ما نريده هناك نحن نريد أن نهمش أستاذ المشاهدين نحن يلحون على الاتصال كنت سأسأل المصطفى عن يعني من قلب المحدث كيف لاحظ هذا التطوير والتأطير الذي أعطى إثماره للمتسابقين نتابع المسابقة الأخيرة مع أن نتابع المكالمة الأخيرة ثم نواصل الحديث نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم أعوذ بالله الشخيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي المقين إياك نحبد وإياك التعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بارك الله فيك مصطفى يمكن تعليق على ملاك لكم تعليق ما السؤال؟ موسيقى للأكدرات المشارك كان عنده شوي اختلاص في الحركات كسرة النون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك كسرة الميم بسم الله الرحمن الرحيم النون الثانية الحركات إن بغلوا شوي أنتبه لهم دائما الحركات الحروف لها مقادير من الزمن لا بد من ملئتين بها كي تسمع الحركة مكتملة عنده أيضا شوي قرب الياء من الشدة في ماليك يوم الدين الياء من يومي في مثل هذه الياءات عليه أن يحذر من الشدة دائما الياء إذا جاورته الكسرة والواو إذا جاورته الضمة تارت أن يكون معرض شوي الخطأ فيه هو ليس مشدد طبعا وكذلك أيضا الياء إذا كانت متحركة وقبلها ياء مدية والواو إذا كان متحركا وقبله واو مدي قد يكون هناك شيء مثلا يسل فيه الإضغام وهو ليس فيه إضغام وكذلك تبين الكسرة وتبين بعد هرياء وتبين الضمة طيب بارك الله فيك إذا قلت أنك شهد قدر من التطور خلق قدر إن شاء الله من المواهب أيضا اللي بارزة خلال هذه المسابقة نعم جيد مستاذ نعم بمثلا مواكبتنا أصلا لهذا الميدان نحن كنا في السنوات الماضية نشارك في كنا مثل هؤلاء المتسابقين نشارك في هذه المسابقات نشاركنا مثلنا موريتان في عدة مسابقات طبعا منها الكويت التي رأيتم الأستاذ سالم نحن كنا في نسخته الأولى وإيضا المملكة العربية السعودية ومصر وطبعا كنا دائما مؤهلين من هذه المسابقة التي كنا نواكبها في هذه الأيام وطبعا مقارنة بما كانت فيه سابقا لاحظنا طبعا تحسنا كبيرا جدا واهتماما بالمتسابقين وبالمسابقة اهتماما بالمسابقة لأنها المسابقة كما أسلفت مسابقة عظيمة نحن نمثل بلادنا نمثل بلادنا نحط عن فماتية إقبال كبير السنة نعم وفي كل سنة بعد سنة يأكثر ما شاء الله لإقبال وتظهر مواهب وتظهر مواهب ولحظت أيضا عن الشابة يعني الناس ما زالت على حديثة سن تقبيل أيضا نعم وطبعا الإنجازات الجديدة في هذه السنة هي أن طبعا كانت فيه تصفيتين هذا لم يكن سابقا ومن خلال مثلا تصفيتين يمكن أن يتبين المتميزون في تصفية أولى وتصفية ثانية وإيضا كان فيه قراء متميزون كانوا في لجنة التحكيم وكانوا يراعوا الأداء وهم طبعا مختصون في الأداء وإيضا فرغوا للأداء كما أشار المدير كان مثلا المحاكم بعض المحاكمين يأخذون الأداء وبعضهم يأخذ الحفظ بالتالي المحاكم لا يتشتت ذهنه للنظر فيه أكثر من مجال دائما نحن كنا مثلا في الأداء عندما يجلس الطالب نركز كل التركيز على مخارجه وصفاته ومدوده وأحكام روايته ولا يعنينا إذا كان أخطأ في الحفظ كثيرا نعطيه الأداء إذا كان أداءه متميزا ولا يعنينا ما أخطأ فيه من الحفظ ثالثا يكون للأسف يكون الطالب متميز في الأداء ويرتبك ويخطي عندما ينظر هو إلى نتيجته في النتيجة العامة يجد النتيجة متميزة في الأداء لكن لم يساعد الحظ في الحفظ وتارثا العكس يكون طالب حفظه جيد والأداء عندما هذه مسألة تعلق بالشخصية تعلق وهي مهمة وهي مهمة تجريه أيضا الوزارة ولعلنا أيضا بمناسبة الحضور أمام لجنة التحكيم خاصة الإنسان إذا كان يقف أمام مش مهور لا يعرفه وأمام قوم ليسوا بموريتانجين لعلنا أيضا نسأل هذه القضية أيضا نسألنا السالم ولكن بعد أن نتابع أيضا يعني اللقطة التي أخذنا من مشاركته في مسابقة السعودية مسابقة السعودية وهو نال فيها يعني حسب العلم النسبة متقدمة نتابعها ثم نعود نعم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء حسيبا من يشفع من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا بارك الله وفيك السلام نحن كنت بهذا المقطع وأحب أن أسألك عن مسألة الاعتباك هل الإنسان المشارك في هذا النوع من مسابقات حسب ارتباك ولعل إن شاء الله المتسابقين يأخذون منك تجربة نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي الأولين والآخرين بالنسبة لسؤالك عن هذه المسألة طبعا المتسابقين دائما عند المسابقة عندما ينادى باسم المتسابقين والجمهور طبعا كبير هذه المسابقة كانت مقامة في المسجد الحرم في مسجد الحرم بمكة المكرمة والجمهور طبعا كثير في المسجد والقاعة كبيرة مملؤة طبعا من المشاهدين والقنوات كذلك ينقلون هذه المسابقة مباشرة عن الهواء نعم وجهة الأضواء نعم وطبعا يكون هناك ارتباك يحصل ارتباكات المتسابق لكن بسيط التغلب أولا هو أن يخلص الشخص النية لله عز وجل وعندما ينادى باسمه يتوكل على الله عز وجل ويجلس على المقعد على المنصة ولا يفكر إلا في حفظ هذا القرآن الذي كان أصلا عنده فلا ينظر إلى الجمهور لا ي لا ينظر إلى الجمهور ولا يفكر في القنوات المكروهات الموجودين أمامه وكل شيء نعم كامل التركيز يكون على الحفظ والتجويد ويتوكل على الله عز وجل هذا هو شيء وطبعا الدورات التي تقيم وزارة الشؤون الإسلامي وتعليم الأصلي طبعا مساعدة جدا لهذه المسائل لأن هناك مشايخ ويجلس الطالب أمام الطلاب وهذا مسألة يعني محفزة وتعيني الشخص على 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 بارك الله بك السلام والمدر هلتم كم من الشباب الموليتانيين هذه السنة للسفري إلى خارج البلاد ما شاء الله في هذا العام من خلال هذه المسابقات الفرع الثلاث سيتم تأثير حوالي عشرين عشرين تقريبا سيمثلون بلادنا في الخارج حوالي 12 من الفرع الثاني أربعة من الفرع الأول أي فرع التفسير النساء حوالي أربعة كذلك وهناك فرع آخر حتى لا لم يجي لهم المسابق والفرع المتعلق بالقراءة العشر التي ذكرتها في الحلقة الماضية سيكون منها ومثل واحد يعني حدود عشرين في المجموع وهذه القضية التي ذكر الأستاذ سالم مهمة ونحن كما ذكر الأستاذ المصطفى حاولنا أن نضع الطال في جو قريب من جوه في تلك المسابقة لجنة التحكيم هناك المشرفون هناك المدير حاضر دائما لهذه المسابقة كما لو كان جو قريب هناك كاميرات أثناء بعض القنوات التي نقل هذه المسابقة نعم لذلك كذلك مسألة أخرى أننا رفعنا جانب التقليم الشخصي جعلناه على درجتين الغرض من ذلك أن يهتم المصححون بجانب شخصية هذا الطالب لأنه لو ارتبك هنا فما بالك وهو أمام لجنة يعني من تبار مشايخ العالم الإسلام في القرآن الكريم وهناك يعني الجمهور كبير لو ارتبك هنا ولو كان ضعيف الشخصية هنا فإن باب أولا أن يكون ضعيف الشخصية هنا لذلك رعنا جانب هذا الجانب أي قوة الشخصية بعد ذلك هذه الدورة التكونية من فوائدها أنها ستنبه الطلاب على أماكن التي يمكن أن يقع منها الخلل قد يأتي الطالب المتقن الحفظ وإذا جلس هناك ارتبك كما ذكرت وهذه طبعا المسألة مهمة نعم وطبعا أنت يعني بكلمة بما توصون نعم صراحة أنا أقول خير ما أوصي بي هؤلاء الشباب وإلى شباب موريتانيا من الحفاظ أننا نفكر أن نوسع هذه المسابقة حتى تشمل المدن الداخلية لدينا قراء كذر هذا فكرنا فيه لدينا قراء كذر خريج المحاضر في الداخل لا يجدون فرصة طبعا بعضهم أتى وشارك لكن بعض هؤلاء لم يجد فرصة لذلك أن نفكر أن تجعلهم مسابقة على مستوى الداخل نفكر في ذلك إن شاء الله وإلى هذا الغرض من هذا كل هو أن نمكن شبابنا قراءنا من تمثيل بلادهم ومن إظهار مواهبهم وإطقانهم بكتاب الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا خير وصفراء لبلادنا إلى هذه الدورات وأن يحضروا إليها بكثافة لأنها تفيدهم إن شاء الله وكذلك أشكرك أنت أستاذ شعب الرحمن بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله طبعا الطوثيات أولا أهمهم على الفوز وأهم أيضا التوفيق وأحسن تنثيل إن شاء الله لبلادنا ونحتفل إن شاء الله بفوزهم في المسابقات وهم ممثلين لبلادنا طبعا بالنصيحة هي أن يكون المتسابق دائما أولا معتمدا على الله ثم على نفسه يراجع لنفسه ويدرب نفسه ويختبر نفسه بالتالي يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسه بعد ذلك فيه طبعا نصايح تتعلق بمسابقة الطالب دائما في المسابقات تعطى أسئلة مثلا إذا كانت ثلاثة أسئلة سؤال في أولى والثانية والثالثة هكذا دائما عندنا مثلا تجربة المسابقة عندما أجلس وأنا أختبر في السؤال الأول دائما أركز على هذه العشرين الأولى إذا كان هناك سؤال متشابه يتشابه مع باقي القرآن هذا ليس خيارا عندي دائما أركز لأن السؤال الأول دائما يكون في الجزء الأول وهكذا بالتالي وأيضا يبدأ الطالب دائما مرتاح يقرأ بهدوء بدون أن يسرع في قراءته حتى يسيطر بعد ذلك على الخوف والأطباك الذي هو طبعا جبل في كثير من الناس لكن عندما في بداية يقرأ بهدوء بعد الاستعاذ يبسمل ويقف وهكذا بعدها يأخذ راحته ويقرأ إن شاء الله خرام جيد ولا يبدأ دائما بصوت عال حتى لا يوتع نفسه ويقرأ دائما ببداية بهدوء وهكذا وهكذا وفي الختام دائما المتسابقون المتسابقون الختام دائما المتسابق يحب أن يظهر للجنة قوته إن كانت عنده نغمات وإن كان عنده صوت حسن يختم به اللجنة وحتى يكون صار في موطني لا يخشع على الحفظ أيضا في موطني لا يخشع على الحفظ لأنه إذا كان يريد المقامات في بداية القراءة قد يخطئ في الحفظ لكن في النهاية يختم اللجنة بصوت حسن ويكون أيضا صار مؤمنا للحفظ بارك الله فيك إذا نحن نحن نصبع كلمات أخيرة من قراء نحن شاء الله أتمنى ألم كل توفيق كلمة أخيرة بعد ذلك نطبها من كا ونطبها أيضا من حفظة طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام والسلام 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 أولا أستاذ أسمح لي أن أتقدم بخالص الشكر وفاقي التقدير والاحترام لمدير التوجير الإسلامي سيد محمد المين والشيخ جزاء الله خيرا على الاهتمام بأهل القرآن في الحقيقة وكذلك إلى وزارة الشكر المصول إلى وزارة الشكر الإسلامية والتعليم النصلي بكافة إدارتها جزاء الله على الاهتمام بأهل القرآن وعلى هذه المسابقة في الحقيقة تطورت بكثير نحن المتسابقون نشعر بذلك أنها تطورت بكثير خلال هذه السنتين الماضية هذه السنة الماضية وهذه السنة الحاضرة كانت مسابقة في الحقيقة على المستوى حتى المتسابقين كلهم يشعر بذلك بروح المسابقة وكذلك أشكر أعضاء لجنة التحكم زام الله خيرا وفي الحقيقة أنصح الشباب بتعاهد القرآن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال تعاهد القرآن فهو الذي نفسه محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها وإنما مثل صاحب القرآن كالإبل المعقلة إن عهد عليها مسكها وإن أطلقها ذهبت تفلتا من الإبل في عقلها وفي الأخير نحن أصبحنا في ختام هذه الحلقة كلمة واحدة بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله أولا أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على جرعها المساوغة بزاة الله وخيرا نعم بارك الله أطلقها حفصة أنت كلمة آخر نحن أتمنى إن شاء الله عنك تعود تقيفين إن شاء الله في مواقف مشرفة وتمثلين بلادك أحسن تمثيل بسم الله وصلاة والسلام أود توجه إلى وزارة الشؤون الإسلامية بالشكر وإتاحة الفرصة أن نحن نساء في هذا المجال وأرجو إن شاء الله أن نكون عنده حسن نظام الجامعة إذن نحن جميعا السالم وهلكاه والحفصة نتمنى عليهم كل التوفيق وأن إن شاء الله يكرمهم الله بهذا القرآن إذن شكر موصول الدكتور مدير التوجيه الإسلامي محمد لمين الشيخ نول الشيخ أحمد وأيضا إلى عضو لجنة التحكيم المتميز مصطح والسلام محمد إلى أن يضمن لقاء آخر أيها السادة المشاهدون نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته